ينضم إلينا من طهران الباحث السياسي سيد علي رضا ومن واشنطن المسؤول السابق في البنتاجون سيد برين سادلر ومن حيفا الباحث في مركز تقدم والخبير في شأن الإسرائيلية سيد أمير مخول أبدأ معك ضيفنا من طهران سيد رضا هل بدأت الحرب بالفعل المباشرة بين إيران وإسرائيل تحية لكم ولمشاهدين والضيوف الكرام حتى الآن لا يوجد هناك أي إعلان رسمي من ناطق رسمي إيراني ببدأ الهجوم على الكيان الصيوني وبالتالي نحن ننتظر الإعلان من قبل إيران بعد تصريحات الجيش الإسرائيلي التي قال فيها بدأ الهجوم من إيران باستخدام المسيرات وهي في طريقها إلى إسرائيل نحن لا نعير أي أذان صاغية إلى أي ناطق للكيان الصيوني إيران عندما تريد أن تقوم بهجوم على أي منشأة للعدو سوف تعلن ذلك جهارا للعالم أجمع بأنها تقوم بهذا العمل إيران هددت بأنها سوف ترد صعص عين على إسرائيل وإذا ما هددت إيران فأنها سوف تنفذ إما أن تنفذ بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة والساعات القادمة سوف تظهر لنا وستنجلي الصورة واضحة عن الهجوم الإيراني إن كان بشكل مباشر على فلسطين المحتلة أو على أهداف خارج فلسطين المحتلة سيد برينس سادلر في ضوء ما يذكره السيد رضا هل بالفعل نحن أمام ساعات حاسمة من تحول المنطقة إلى بؤرة ولهيب للحرب مجددا بالتوازي مع حرب مستمرة إسرائيليا على قطاع غزة بالنظر إلى تصريحات الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم إيراني ردا على السهداف القنصلية الإيرانية في دمشق هذا الهجوم هو مستمر في الوقت الحالي وأقول بأنه بدأ بالفعل بالقوات الإيرانية التي قامت باحتجاز السفينة البرتغالية التي تقول ملكيتها إلى إسرائيليين وأعتقد في جنوب العراق أعتقد أن الأمر قد يستغرق بعض الساعات للوصول إلى الأهداف فهذه مجرد بداية لهجوم أكثر تعقيدا والأهم في هذا الأمر والأكثر خطورة في هذا الأمر هو أن إذا ما كانت هذه الهجمات حقيقة بأن إيران قامت بشن هجمات عسكرية ضد إسرائيل من أراضيها فهذا يعد تصعيد كبير سوف ينظر للرد الإسرائيلي كانتقام وما ننتظره نعم إذن بداية لهجوم أكثر تعقيدا سيد أمير مخول أنتقل لك هل تتفق مع ذلك؟ أنا أعتقد أنه ينبغي ألأخذ كل ما يصدر من تصريحات لحد الآن ضمن خانة الحذر والتشكيك بها لأنها كلها تصريحات من جانب واحد وليست من جانبين ولا توجد تأكيدات بالإضافة إلى ذلك ما يسمع من ناحية خطاب ولهجي كأنه دفاعي هو هجومي بامتياز وكما يبدو هناك ما يدبر ضد إيران أكثر مما تدبره إيران أعتقد المترأيض الأهم ماذا تقصد بذلك؟ يعني قد يكون هناك تتحضير لمهاجمة إيران وليس تلقي ضربة من إيران من قبل إسرائيل فقط؟ من قبل حكومة نتنياو لأن حكومة نتنياو معنية بحرب إقليمية لو أردتها الولايات المتحدة وليست إسرائيل لكن المتغير الأهم هو الإدارة الأمريكية وماذا موقف الولايات المتحدة هل هي معنية بحرب إقليمية؟ أعتقد أن ذلك من حيث الدولة العميقة الأمريكية سوف يفقدها أكثر مما يكسبها نفس الشيء بالنسبة لإيران أعتقد ليست لديها مصلحة في حرب إقليمية مباشرة لا معدولات المتحدة ولا مع إيران لذلك أعتقد أن نحن بصدد حرب أعصاب عالمية وإقليمية وثنائية ومتعددة الأطراف لكنها لم تنتقي لحد الآن لمستوى الحرب الفعلية وقد تكون الساعات القادمة حاسمة قد يكون أنه لا يمكن العودة إلى الوراء لكن أعتقد أن المصالح الكبرى للدول للشريكة وبالذلك الولايات المتحدة وإيران تذهب باتجاه أن عدم إشعال المنطقة في حرب إقليمية لا يستطيع أي طرف أن يتحقق من نتائجها ولا من آثارها ولا من عواقبها وهي ستكون حرب دمار شامل متبادل من هذه المطارقة أو متعددة الأطراف لذلك أعتقد أنه التهويل الهائل هذا في موضوع الحرب هو قد يذهب خلال الساعات أو ينجلي خلال الساعات القريبة بأنه كان مجرد تهويل وقد تحدث لا نريده لكن كل الأمور مفتوحة لكن احتمال أكثر متقادي أن لا تحدث حرب كبرى في المنطقة سيد علي رضا الكل يريد حرب هكذا يتصريحات على صعيد السياسة الإيرانية والبعض يقول أن البديل السياسي بالنسبة لإيران هو أكثر نفعا ووقعا من اختيارها للرد مباشرة بشكل عسكري على إسرائيل في هذه الظرفية التي تعيشها إسرائيل ونيتنياهو يريد توسيع رقعة الحرب وأخذ الدول في المنطقة إلى مربع الهاوية باعتقادك في حال ردت إيران وصرحت بذلك هل اختارت الخيار الصعب في تاريخها والمرشد هو من يتحمل المسؤولية طبعا إيران في بداية العدوان على أهلنا في فلسطين في غزة وجهت عدة رسائل وتوجهت إلى كافة الدول العربية وشاركت في عدة قمم واجتماعات وكان وزير الخارجية الإيراني يجول ويدور في عواصم الدول العربية والإسلامية ويطلب من الوسطاء أن يتحدثوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أنه طلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم لاجم الكيان الصيوني أن يتم لاجم نتنياهو لكي لا تتوسع دائرة الصراع والنزاع وأن يتم حصر هذا الموضوع الذي حدث في قطاع غزة وإنهاء الأمر عبر التبادل الأسرة وعدم إراقة الدماء ودائما كان يحذر من أن هناك سوف تأدي إلى انفجار المنطقة والعرب الإقليمية ولكن لم يقم الجانب الأمريكي وهو الراعي لكل هذه الحرب على الشعب الفلسطيني بلاجم نتنياهو بل قام بمساعدته وبناء جسر قوي جدا من السلاح ومن كافة ما يحتاجه هو جيش الاحتلال الصيوني لقتل أهلنا في غزة ومن بعد ذلك قام أيضا هذا الجيش الاحتلالي بالاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان وحتى على الأهداف في سوريا في حين الجبهة السورية كانت هذه ولم يكن هناك أي إطلاق لصواريغ أو أي عمليات من الأراضي السورية إنما كان هناك محاولة تسخين للجبهة ومحاولة تجر الجميع إلى الحرب الإقليمية ولكن دائما كانت تصرع إيران لا يجب لاجم نتنياهو والآن نتنياهو قام بالاعتداء على مطار حلب ومن بعدها على القنصلية الإيرانية مما أدى إلى تأجيج الوضع وعدم الإمكان السكوت عن هذه الخرقات الصيونية والاعتداء الصيوني فالآن على دور الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط على نتنياهو وأن تضع له حد بأنه كفى من إراقة الدماء وكفى من توسيعة الحرب وإذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحافظ على جوندها وعلى مقدراتها فعليها أن توقف الحرب وأن تلجم الآن نتنياهو وإعادة الهدوء إلى المنطقة سيد برينت سادلر أنتقل لك هل نتنياهو هو المسؤول عن هذا المشهد الذي تعيشه إسرائيل ودول المنطقة الآن حالة الترقب لوصول المسيرات الإيرانية وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل من إيران إلى إسرائيل في إطار الرد وهل واشنطن الآن دورها دور الشريك الحامل إسرائيل ضد إيران؟ أنا لا أعتقد أن هذا التصعيد يعزى إلى أي إجراء من خبل إسرائيل قبل السابع من أكتوبر والهجمات التي حدثت كان من الوضع بأن إيران والقوى التي تنمع حماس وحزب الله والحوثي كلهم مشجعين وكلهم محافظين ضد إسرائيل وكان هناك تنسيق مع حماس في هجمات السابع من أكتوبر أيضاً الهجمات في الأول من أكتوبر في دمشق كان رد فاعل على الهجمات التي كانت ضد الحدود الشمالية لإسرائيل وفي محاولة للرد على الهجوم ضد غزة الأمر ليس منعزل عن بعضه أو مستقل لكنها دائرة تصعيد ما بين إيران وإسرائيل كل هذه الإجراءات مرتبطة ببعض البعض ومرتبطة بالسابع من أكتوبر من العام الماضي القضية هو أن رد إسرائيل لهذا الهجوم من قبل الأراضي الإيرانية إلى الممتلكات الإسرائيلية هذا هو ننتظر السؤال ما هو الرد المناسب؟ هذا الهجوم لا يزال هناك مزيد من التفاصيل وربما يكون هناك هجمات أكثر شمولي خارج إيران ولكن أعتقد أن الهجوم الباليستي بالتنسيق مع هذه المسايرات في طريقها ربما بنغمة أبطأ وسوف نرى إذا ما هي كانت مواجهة لإسرائيل سوف يستغرق الأمر ساعتها قبل أن تصل إلى الأهداف الخاصة بها ولكن سيد سادلر نتنياهو الحكومة في إسرائيل هي من قامت باستهداف مقر القنصلية الإيرانية في دمشق هي من اعتدت على السيادة السورية وقامت باستهداف هذه القنصلية وتنفيذ عملية القتل بحق مجموعة من كبار القادة في الحرس الثوري الإيراني ما دخل السابع من أكتوبر في ذلك وما دخل قطاع غزة في ذلك وحماس أعلنت أكثر من مرة أنها لم تنسق مع إيران بخصوص ما جرى في السابع من أكتوبر الصورة في واشنطن بالنسبة لإسرائيل بأن إيران قبل شهر من سابع من أكتوبر كان هناك اجتماعات وهناك زيارات بسوريا وبي دمشق ومن بينهما قاموا بالمشاركة في الهجمات خاصة ما حدث في الأول من إبريل وكان هناك توريد وتنسيق بين الاستخبارات في حماس وأيضا حزب الله وهناك سلسلة تصاعضية من الهجمات على الحدود الإسرائيلية الشمالية وبالتالي فإن واشنطن ترى بأن ذلك جزء لا يتجزى عن النزاع القائم والذي بدأ في السابع من أكتوبر طيب سيد مخول ما رأيك فيما تحدث به سيد سادلر هل نحن الآن مقبلون بالفعل على مرحلة تصعيد تريدها فقط إيران وإسرائيل لا علاقة لها بهذا المشهد الذي نتابعه إرسال مسيرات من إيران باتجاه إسرائيل وهذا ما لم تؤكده إيران حتى الآن وتصريحات فقط إسرائيليا في ضوء ذلك نتنياهو هل يريد بالفعل كما قلنا سابقا ونقول الآن وأسألك أنه يريد جر المنطقة إلى مربع الهاوية يعني يمكن نستعين باقتباس من إسحاق بريك الجنرال الإسرائيلي الشهير الذي كان من أوائل من رده أصدر تصريحا بعد الهجوم على القنصلية بأن هذا حدث هو أعتداء على دولة أخرى وقد يجر وحدث غير محسوب وقد يجر إلى حرب إقليمية وهو حدث غير استراتيجي لكن تدعياته قد تكون استراتيجية لكن هذا قد نتنياهو كسب كثيرا في هذه المعركة أولا أنه أزاح جدول الأعمال من غزة إلى إيران وكأنه عاد وقتل لموقع الضحية مقابل الوضع الحالي عاد أيضا وأزاح جدول الأعمال من صفقة التبادل والهدنة وألغاها ونزلت عن جدول الأعمال واليوم رأينا ضعف المظاهرات التي كانت من المحتمل لو لم تكن هذه الأجواع أن تكون الكبرى لحد الآن وهو عمليا حضر نفسه من إمكانية إسقاط الحكومة وإمكانية تفكك كابينت القرض كل ذلك كسبه نتنياهو قد يكون هذا مؤقتا وقد يكون غير مؤقت لكن حاليا هذا هو الوضع القائم أعتقد أنه إسرائيل اليوم العالم لا يتحدث عن غزة وهي من يوم كل الوضع الآن يدور حول غزة لكن لا أحد يتحدث عن غزة وبات كأنه موضوعا ثانويا ونفس الشيء ما يجري في الضفة الغربية وبات كأنه موضوعا ثانويا وهناك موضوع تهجير وطر سكاني وحرق بيوت وحرق قرى وكل ذلك لا يذكر بتاتا أعتقد أنه الوضع الآن هو ليس أنه لولا الهجوم الذي بدأ كأنه صيد كبير كما يقول أو إنجاز كبير عسكريا في موضوع استهداف السفارة القنصلية بات مهددا لكن رأينا أيضا حالة الهلاء رأينا حالة عدم الردع وتآكل الردع وتآكل المناعة كل ذلك يريد نتنياه أن يغطي عليه من خلال دفع الولايات المتحدة إما للدخول في هذه الحرب أو توريطها في هذه الحرب لو قدر ذلك لكن لو جرت هذه الحرب أعتقد مرة أخرى يجب أن تبقى العيون على غزة لأنه قد يكون الواقع الفلسطيني أصعب بكثير وبالذات مشاريع التهجير تكون الفرصة الأحسن لتنفيذها إسرائيلية